مع الله مع الله مع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله صف قلبك صف قلبك ليس معناها فقط كما يتبادر إلى الذهن أن صف قلبك للناس وصف قلبك لإخوانك وصف قلبك ل لا دا احنا النهاردة نتكلم عن معنى شمولي أكبر من كده بكتير قلنا صف قلبك تحدثت في الأخوة وفي الحب في الله وتحدثت في التسامح وبرضو النهاردة صف قلبك عبودية لله عز وجل بأسمائه الحسنة عبودية النهاردة باسم من أجل وأعظم وكل أسماء الله عز وجل عظيمة من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى إنه اسم الله القدوس طب إعلاقة اسم الله القدوس بعنوان حلقتنا النهاردة صف قلبك لهذا العلاقة قوية جدا جدا كيف ذلك الكلام ده أقوله بعد ما أقول لحضراتكم كده آية أو آيتين فيها ذكر لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنة ومنها القدوس ربنا عز وجل قال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادِعُوهُ بِهَا يبقى ربنا عز وجل له أسماء الله أسماء أسماء حسنه لايه للعبودية لله سبحانه وتعالى بيذذي الأسماء مش كده وفقط مش مجرد من باب العلم بالشيء لا للعبودية النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة من أحصاها مش بس تعرف عليها آه عرفنا أن من أسماء الله الملك خلاص من أسماء الله القدوس خلاص لا مش حفظها بس ده حفظها وفهمها والعبودية لله عز وجل بها مش مجرد أغنية الناس تغنيها مش مجرد ترنيما الناس تترنم بيها لا ده لابد من فهمها واستعابها والعبودية لله عز وجل بها اسمع كده آيات فيها ذكر لمعض الأسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجباو المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس الملك القدوس يعني إيه القدوس القدوس أي الطاهر من القدس وهي الطهارة عشان كده نعرف إن القدس أرض القدس واللي فهى المسجد الأقصى وبيت المقدس أرض مطهارة نحبها ونتعلق بها زي ما فيه مكة مفضلة وفيه المدينة مفضلة والقدس أيضا مفضلة في المرتبة الثالثة مطهارة يعني إيه يعني ينبغي ألا تقام على هذه الأرض إلا العبودية لله أن يتعبد لله تبارك وتعالى على بيت على أرض بيت المقدس بسم الله القدوس القدوس يعني إيه طهارة ونقاء وصفاء صف قلبك لله عز وجل صفه من الشرك صف قلبك مش ما تتخيلش إن موضوع الحلقة متعلق إن صف قلبك للناس وطهر لا صف قلبك أولا من الشرك ونقي قلبك بالتوحيد صف قلبك من المعاصي ونقي قلبك بالطاعة عشان نقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس سبحانه وتعالى وجاء بعد اسم الله الملك واسم الله الملك اللي هو يتضمن حقية الأمر والنهي الملك والذي يأمر وينهى فلابد أن يقدس الملك وأن يعظم الملك وتعظم الملك بالعبودية وتنقية القلب للملك ولا يكون في القلب سوى الملك سبحانه وتعالى وإحنا طبعا لله الأسماء أسماء الحسنة اسم الله طبارك وتعالى الودود ينبغي أن يكون في قلبك مع كل اسم شعور خاص الودود يبث في قلبك مشاعر الحب 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 الصافي الودود من الوداد صف والمحبة وإن إحنا نبغي أن نحب ربنا حبا صافيا خاليا عن أي شيء لأن الله عز وجل يحبنا حبا صافيا خاليا عن الأغراض الودود يعني المحب الحبيب يحب عبادة حبا خاليا عن الأغراض ربنا يحبنا لا يريد منا عبادة أو لا يفتقر منا إلى عبادة ولا يفتقر منا إلى عطاء ولا إلى صدقه هو الغني عنه وعن الخلق أجمعين بل كل الخلق ملك الله سبحانه وتعالى الودود الرحمن يبث ذلك في قلبك معنى الرحمة وأنه سبحانه وتعالى يرحم عبادة ويحب أن يرحم سبحانه وتعالى اسم الله تبارك وتعالى الرحيم نفس المعنى والفارق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الرحمة كصفة ذات والرحيم يدل على الرحمة كصفة فعل وصفة الزات أقوى إن ربنا عز وجل في الأخيرة قال كما ذكرت ذلك في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى هو الملك في الأخيرة قال الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى صفة لأنه يرحم الملك الأوحد في الأخيرة يرحم فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم اللطيف الخبير كل اسم ينبغي أن يكون تجاه هذا الاسم في قلبك معنا فالنهاردة اسم الله القدوس طاهر قلبك للملك صف قلبك للملك صف قلبك من ثلاث حاجات ثلاث مشاكل أساسية المشكلة الأساسية والكبرى صف قلبك من الشرك المشكلة التانية صف قلبك من المعصية المشكلة التالتة صف قلبك من الضغائن والأحقاد فيما بينك وبين الناس صف قلبك من الشرك الشرك دنس الشرك نجس وهو واحد يقول لي انت بتكلمنا النهاردة عن الشرك تم الحمد اللي احنا موحدين لا دا احنا عايزين نتكلم ان الشرك دا نجس وينبغي على الجميع ان يعرف قبحة ليه ليه ما كل الناس عارفة لا مش كل الناس عارفة كل الناس محتاجة تذكر تذكر لأن الخطر كبير احنا في عصر عصر مش بس الاسلحة اللي بيستعملها عدونا سلاح الشهوات لا دا فيه سلاح الشبهات احنا يا اخواني ويا احبابي فيه كثير من الشباب بيلحد المشكلة خطيرة جدا كثير من الشباب بيلحد وانسان ممكن يكون ملتزم ومتدين وبيحضر الدروس في المساجد للمشيخ وبيلحد ليه الحرب دروس الحرب اكبر مما نتخيل فاحنا نتكلم من اليارضة ان الشرك دا نجس شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم بيدي تشبيه غاية في العجب بس غاية في الدقة احنا اي حد الجنة لا يدخلها الا الطيبون في الاخرة فاللي عنده دنس تدنس بالمعاصي او بالشرك لا ما يدخلش اللي اذا طهر طب اللي عنده معصيها يطهر ازاي بكل بساطة بعد ان ما طهرتوش الحسنات المحية وما طهرتوش المصائب المكفرة وان ما طهروش سكرات الموت وان ما طهروش القبر وما فيه وان ما طهروش موقف القيامة ان ما طهروش كل دا يطهر في النار يدخل في النار كده مش سنة ولا اتنين سبعين سنة ميت سنة تلتميت سنة لأن ده أقل حاجة في النار سبعين سنة نسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم جميعا على النار يطهر في النار وبعد كده يدخل الجنة لآخر واحد دخولا للجنة عشرة أمثال ما في الدنيا من نعيم طيب ده العاصر طيب اللي وقع في جريمة الشرك هيدخل النار ليطهر لا مش هيدخل مش هيدخل خالص لأن ده نجس ما فيش منه طهارة النار ما اطهرش النجس ده يشبه ابن القيم اللي تدنس بالشرك بإيه أعزكم الله يشبهه بالكلب أي واحد لو مسته نجاسة ونزل البحر يعني ديئتين ويطهر ديئتين والنجاسة تزول من عليه ويرجع طاهر كما كان أما الكلب عزكم الله وإن مكث في النار في البحر مئات السنين أول ما تخرجوا من البحر يرجع نجس كما كان نفس القصة المشرك مستحيل النار تطهر نجاسته مستحيل زي ما الكلب المياه ما اطهرش نجاسته أبدا وإن مكث في البحر مئات السنين النار ما اطهرش نجاسة المشرك ليه النجاسة ذاتية النجاسة داخلية النجاسة في دمه النجاسة نبع من جواه فالشرك نجس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري يا رسول الله أي الزنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك مفيش أقبح من كده مفيش أسوأ من كده أن يجعل العبد لله ندا بيعبد ربنا وحاجة تانية معاه برغم لللي خلقه وتفرد بخلقه الله عز وجل تب وده ينفع أين العقول أين العقول اسمع كده للآية اللي بتقولك أين العقول فين الناس اللي بتفهم المسألة واضحة وضوح الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آيات كثيرة في سورة النمل شوف الآية أمن خلق السماوات من اللي خلق السماوات ومن اللي خلق الأرض ومن اللي أنزل من السماء ماء ومن اللي خل الأرض تستجيب للماء فتنبت حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لو لم يأذن الله عز وجل للأرض أن تستجيب للماء النازل من السماء ما استطعتم أن تأمروها فتستجيب ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ينفع يعبد إله مع الله ينفع يكون هناك إله مع الله عز وجل دي نفس الطريقة اللي جاوب بيها النبي عليه الصلاة والسلام أي الزنب أعظم أن تجعل لله نداً وهو خلقك واسمعوا معي أحبابي جميعاً إخواني وأخواتي إلى هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث قدسي اسمع كذا ونعارف أن الكلمات هتخض في الأول قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك إيه ده؟ لسه الحديث تكملة بس عايزين نعر إيه ده؟ إيه ده في حد بيكذب ربنا؟ ها كتير في حد بيشتم ربنا؟ هو ربنا عز وجل يتشتم؟ الكلام ده الذي يقوله الله جل جلاله والحديث قدسي في صحيح الإمام البخاري كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني يبقى ربنا عز وجل أخبارنا بأن هناك يوم قيامة وهناك بعث وهناك حشي وهناك مثول بينها ده الله تبارك وتعالى ويجي ناسي يقوله لا ملاحدة يقوله لا لا فيه بعث ولا فيه إله ولا فيه أي حاجة يكذبون الله تبارك وتعالى مجوس ما يعترفوش بربنا عبدة شيطان ما يعترفوش بربنا إيه ده مش ممكن يكذبون على الله بل ما يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى وهذا أسوأ من الكذب فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني اسمع وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته وربنا عز وجل بدأ الخلق يعني ده شيء اللي بدأ الخلق اللي تعترف بإنه بدأ الخلق يبقى خلاص قادر على أن يعيده كل شيء عليه يسير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى الله عز وجل قدرته مطلقة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اسمع لتكملة الحديث وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد قالوا لله ألد وربنا عز وجل يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الصمد في بعض تفسيرات العلماء لها الذي لم يلد ولم يولد يفسر بما بعدها وفي بعض أقوال العلماء أن الصمد من أسماء الله عز وجل وفي بعض الأقوال أن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها الأحد اللي ما فيش غيره سبحانه وتعالى وكل الخلق إن يحتاجوا حاجة أو لما يحتاجوا حاجة يلجؤون إلى الصمد الذي تلجأ الخلائق إليه سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يوفيهم حوائجهم سواه عز وجل أسوأ حاجة الشرك وأقبح ذنب الشرك وأفضل طاعة التوحيد وأفضل نقاء التوحيد لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام على النقيض سؤال يعني بخلاف الحديث إلى قبل كذا أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله يبقى أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله الإيمان بالله يتضمن بقى التوحيد توحيد الربوبية بمعنى إن ربنا عز وجل هو كل الحاجة من عنده هو الذي يفعل كل شيء والذي خلق والذي رزق والذي يعطي والذي يمنع والذي يدفع الضر والذي يشفي كل الصفات من عنده سبحانه وتعالى كل الأفعال اللي بتحصل لنا من عنده تبارك وتعالى توحيد الألوهية يعني من فحش شعبة سواه سبحانه وتعالى ده التوحيد الأسماء والصفات يعني ينبغي أن نعترف بأسماء الله تبارك وتعالى ونتعبد بأسمائه ونثبت أسماءه ونثبت صفاته ونتعبد الله سبحانه وتعالى بلازم من ذلك هو ده التوحيد توحيد الله عز وجل يبقى ده رقم واحد ودي مسألة بقى مش الكلام علياه مش حلقة ده حلقات تصفية القلب لله عز وجل من الشرك وإحلال ذلك بتوحيد الله تبارك وتعالى ده كان أفضل الذكر هي كلمة التوحيد أفضل أكتر كلمة يثب عليها الإنسان هي كلمة التوحيد اللي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل كلمة قالها السابقون والأولون والآخرون أفضل كلمة قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة التوحيد كلمة التوحيد طيب نصف القلب من إيه كمان؟ من الذنوب والمعاصي إحنا محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى محتاجين نتعبد لله تبارك وتعالى باسمه القدوس أن نقدس أنفسنا لله يعني نصف ونطهر نفوسنا من أجل ربنا حتى يرضى عنا نقدس نفسنا عن نطهر نفسنا من الشرك من الشرك صغيره وكبيره من الغياء نقدس أنفسنا من المعاصي عموما صغائر وكبائر ولو جينا نتكلم عن الشرك الأصغر أكتر حاجة فيه الرياء حلف بغير الله نزر لغير الله الرياء اللي متلبس به الكثير نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم أن الإنسان أنه يقدر كده يخلي حياته كلها صافية لله تبارك وتعالى لا ينتظر لا ينتظر سناء من أحد ولا ينظر إلى أحد وبيعامل ربنا عز وجل بس دي مسألة ليست سهلة ليست تهينة ليست تهينة على أي أحد كل الناس المخلصون قلة والذين يستطيعون السبات على الإخلاص قلة من هذه القلة المخلصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا نصفي قلوبنا ثانيا من المعاصي الذنوب الذنوب نسأل سؤال أنت عرفت إزاي بتقع المعصية تعرف إزاي بتقع المعصية عشان تقع المعصية لازم تحصل حكتين أساسيتين الحاجة الأولى ضعف الاعتصام بالله تبارك وتعالى يعني ضعف الاعتصام بالله يعني العلاقة اللي بينك وبين ربنا بتضعف العلاقة بتضعف لما العلاقة تضعف لما الحب يقل لما الصلة بالله عز وجل تضعف لما الطاعت قل لما الإنسان علقته بربنا تضطرب هنا يتركه الله عز وجل ولا يعصمه من الذنوب يبقى لابد من الاعتصام بالله اعتصام العبد بالله ثم تأتي بعد ذلك عصمة الله للعبد يعني عصمة الله للعبد حبيب في الله الإنسان خلق خلقا ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا أي معصية تعرض لها يقع فيها محتاجين إن ربنا عز وجل يساعدنا إن إحنا ما نقاش في المعاصي زي ما أحد الصالحين قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه العصمهون يعني سبب الوقوف في المعاصي إنهم هانوا على الله صاروا هينين على الله سبحانه وتعالى فعصوه يعني لا يعص الله تبارك وتعالى عاص إلا من هوانه على الله ربنا عز وجل يهمله يتركه يخلي بينه وبين المعصية ودي مسألة طبعا خطيرة بادرة خطيرة أحد الناس يعني بعض الإخوة حكى ليه قصة شاب من الشباب كان رجل كويس ويعني إلى حد ما ملتزم وتدين وبعدين فجأة ضعف ضعفت إيمانياته وضعفها ضعفت صلة بالله تبارك وتعالى وضعفت الطاعفة بدأ يسلم إلى المعاصي ويقف المعاصي شيئا فشيئا لغاية ما وصل لكبيرة من الكبائر الفحشة والعياذ بالله رتب موعدا مع فتاة وهو رايح في الطريق اتصلت عليه قالت له ما يشايين في عدلوقتي لأن والدي موجود في البيت المرة التانية عربيته اتعطلت المرة التالتة المرور أفل الطريق منفعش المرة الرابعة والده اتصل عليه قال له تعالى عايزك ضروري المرة الخامسة كل دو مش قادر يفهم كل دو مش قادر يستوعب إن ربنا عز وجل بيمنعه من المعاصي بيمنعه من الذنوب بيقفل في وجهه طرق المعاصي ربنا عز وجل كل دوه مش فاهم إن ربنا يريد أن يعصمه من هذه الكبيرة من هذه المصيبة مش مستوعب مش عايز تفهم طب خلاص روح طالما أنت مش عايز تفهم طالما أنت مصر على المعصية يبقى ده بقى إيه هان على الله أوي وبالطريقة دي نفهم إن هوان العبد على الله نسبي يعني فيه إنسان ممكن يهون على الله تبارك وتعالى فيقع في إطلاق البصر فيقع في الغيبة فيقع في السب في الشتم يقول كلمة مش كويسة يهون على الله تبارك وتعالى فما يعينوش على طاعة وفيه درجة أسوأ من كده إن يهون على الله فيتعامل بالربة وفيه درجة أسوأ من كده يهون على الله تبارك وتعالى فيرتكب الفواحش والعياذ بالله وتبقى خلاص المسألة سلسلة من الهوان هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه العصمهم يبقى دلوقتي يتبين لنا حاجة مهمة جدا يا إخواني وأخواتي إن إحنا فقراء جدا إلى الله يعني يا رب عشان نبعد عن المعاصم من نرتكبهاش محتاجين لك عشان نعمل الطاعة محتاجين لك عشان نتوب إلى الله عز وجل محتاجين لك طيب مع الذل والانكسار ده نتابع إن شاء الله بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب في الله بقول لحضراتكم إحنا في أمس الحاجة إلى أن نطهر قلوبنا لله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي وأن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى زل وانكسار وافتقار إحنا عشان نسيب المعاصية محتاجين لربنا عشان نتوب إلى الله عز وجل محتاجين لربنا ومعد التوبة عشان نستمر على هذا الطريق محتاجين لربنا وعشان نعبد ربنا عز وجل ونقيم الطاعة والعبودية الله سبحانه وتعالى محتاجين لربنا يعني إحنا فقراء إحنا مش حاجة خالص فقراء محتاجين لربنا أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا المعنى ده من أهم المعاني التي يستفيد بها العبد في حياته لأنه ده من يعني من أدق معاني العبودية اللي حسنا تعالى إن الإنسان يستشعر إنه فقر لربنا في كل حاجة إنه محتاج لربنا في كل شيء إنك عشان تتوب محتاج له عشان تطيعه محتاج له عشان تستمر على الطعام محتاج له عشان تبعد عن المعاصي محتاج له لأنه مش هتسيب المعصية إلا لما ربنا يعصمك ويبعدك سبحانه وتعالى فإنك غارق في الانكسار لله دي نتيجة مهمة جدا لا يمكن يتسرب إليك العجب لأنك عمرك ما تشوف نفسك إنت شايف إن صاحب الفضل كله ربنا إنت ملكش فضل ولا لك أي حاجة صاحب الفضل كله ربنا وما أجمل هذا الدعاء تقول له اللهم إني أسألك بعزتك وزلي إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك أسألك بقوتك وضعفي وغناك عني وفقري إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال سؤال من خضعت لك رقبته وذلى لك قلبه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه لا ملجأ لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك عبيدك سوايك سير وليس لي سيد سواك هنروح فيه إلى أين نذهب أين المفر أين المفر استحضر كده الزل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل ودي أهم معنى وقل من يعيش عليه وقل من ينتبه إليه إن أنت عبد وده معنى العبودية اللي اعترف إنه عبد يعيش المعنى ده يعيش السلوك ده الانكسار والذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى زي الشاب ده اللي حكيت لحضرتكم قصته هو شفوا قبل ما يعصي قبلها معركة يبقى إذن العبد لما يعصي ويفوق يلاقي نفسه ارتكب المعصية يعرف إن حصل قبلها كوارث مرة يريد إنه يرتكب المعصية وربنا بيدفعه حوش عنه بيغلق في وجه طرق المعصية مرة واثنين وتلاتة ولما يصر بيقع طب ولما واقع بيفضح لا مرة واثنين وتلاتة وعشر ومية وبعد كده ما فيش فايدة ربنا عز وجل بيفضحه يفضحه بين الناس ونعوذ بالله عز وجل ناس الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن اغتر بحلم الله أو بستره كثير من الناس اغتروا بحلم الله كثير من الناس اغتروا بستر الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله كلام الحقيقة كلام زبد كم من مغرور بحلم الله عليه وهو لا يدري وكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري اللي بتغرده بيرتكب منكراته وبيستمر وبيتخال انه يفضل ربنا ستر عليه على طول ربنا بيعامله بالحلم على طول لا فجأة بيفضح طيب اقول حاجة مهمة جدا هل العبد لما يفضح خلاص المسألة خلصت الدنيا سودت في وجهه خلاص لا لو رجع لربنا خلاص كل حاجة خلاص طيب وحد يقول لي طيب طيب الفضايح اللي الناس عرفتها ارد واقول على طول قلوب العباد بيد الملك يعني ايه يعني ربنا الذي بيده القلوب ممكن ينس الناس الفضيحة دي تولد كل الناس عرفت ربنا عز وجل ينسيهم وهقول لحضراتكم ازاي بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب بفضل الله ممكن اقول حاجة على نفس الموضوع فضالي حضرت عز وجل اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك فاللهم أعننا ووفقنا وتقبل منا يقول جل في أولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وأعظم قول سديدا على الإطلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله فأوله توحيد وآخره اتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم ولن تتحقق التقوى إلا عن قلب صفي نقي مؤمن تقي سليم صالح لأن أعظم ما وجد على ظهر الأرض كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يستقر ولا يؤتي ثماره الطيبة في الدنيا وفي الآفرة إلا في مكان يليق بعظمة وجلال كلام الله وكلام الحبيب ولن يتأتى ذلك إلا عن مجاهدة للنفس عظيمة ومراقبة لله خالصة وعنده دعاء بتضر وخشوع دعاء له آداب كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء بأسماء الله وطفات عن يقين بها وصلاع للحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء كما علمنا الحبيب فوالله لو اجتمعت الأمة جميعا على أن يأتوا بمثل ما دعا به الحبيب ما اقتطعه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فما دونه من أداية الصالحين قطرة في بحر الدعاء النبوي لأنه فيه جوامع الكلم والكلمة منه تصيد منها معاني كثيرة ونافعة علاوة على ثواتحه وخواتمه وفي النهاية هو المعلم بل هو معلم البشرية أجمعين إلى يوم الدين ونحن التلاميذ ونكتهد فاللهم تقبل منا جميعا وتوصينا مسلمين وأنحبنا بالصالحين وآخر بعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا بنا يكرمون جزاكم الله خيرا بقول يا حبيبي في الله اللي اتغرب ستر ربنا عليه وربنا بعد ما العبد اتغر فضح الحل إيه عشان أقول برضو إنك مفيش قدامك حجة ولا أمامك مبرر إنك تستمر في المعاصي لازم ترجع ولازم تطهر قلبك لربنا ولازم القلب دا يرجع لربنا ولازم الناس كلها ترجع للمساجد يا إخواني وأخواتي لازم الناس ترجع للمساجد زي ما كنا زمان لابد من إقامة الدروس والندوات في المساجد زي زمان في فتور برغم إن الدنيا مفتوحة في فتور وفي كسل ولما الشيخ بيروح عشان يدي محاضرة أو يدي درس الناس معاتش إقبال زي زمان إيه اللي حصل معرفش لابد أن نطهر قلوبنا لله عز وجل والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره إني أرى سبب ذلك كسرت الزنوب والمعاصي لأن العبد لما بيتكب معصية بيحرم من طاعة المعاصي يزرع بعضها بعضا المعاصي يزرع بعضها بعضا معصية تسلم لمعصية وهكذا والمعاصي قبل ما تزرع بعضها بعضا بتحجب عن الطاعة بتحرم الإنسان من الطاعة إن العابدة لا يزنب الذنب بنهار فيحرم القيامة بالليل بسبب الذنب فأنا بقول لي عايزين كلنا نيرجع لربنا عودة شاملة عودة كاملة عودة إلى الله طبارك وتعالى واللي ارتكب ذنب حتى اللي ارتكب ذنب وفضح أمامك الطريق ربنا عز وجل اللي يستطيع أن يحول القلوب بعد الزم إلى مدح وسناء بعد الزم إلى مدح وسناء أحد الناس كان يعامل الناس بالربع وهو حبيب أبو محمد كان أكرد دراهم يعطي الدراهم بالربع وفي ذات مرة مر بين صبية يلعبون فسمع بعضهم يقول لبعض ها قد أقبل حبيب آكل الربع فتأثر جدا حبيب بهذا لدرجة أنه بكى إنه هان على الله لدرجة النفوض حتى بين الأطفال فبكى وتاب لله عز وجل لم يمض إلا فترة قليلة ويمض من ذات الطريق شوف كانت فضح في الدنيا كلها بني أدم بيتعامل بالربع ده حاجة مكئبة يعني ولدرجة اتفضح في الدنيا حتى الأطفال اعرفوا القصة دي وبعدين لما تاب إلى الله عز وجل لم تمض إلا فترة قليلة جدا جدا ويمض من نفس الطريق إذا به يسمع الأطفال يقول بعضهم لمعض ها قد أقبل حبيب العابد فبكى وقال سبحانك ربي تزم مرة وتمدح مرة والفضل كله من عندك يعني أنت يا رب إلا هدتني وتوبت علي توبت علي وأعنتني على التوبة لأن حبيب تاب إنه نزل عن ماله وانت يا رب صاحب الفضل إنك حولت الناس بعدما كانوا ذامين إلى مادحين فعود إلى الله تبارك وتعالى وطهر قلبك للملك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعد إلى الله وانكسر والقب قلبك بين يدي ربك سبحانه وتعالى عبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس طهر قلبك وزك نفسك زك نفسك العبرة بالقلب أن القلب ده هو الذي ينظر الله عز وجل إليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب كما قال أبو هريرة القلب للأعضاء كالملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبست جنوده القلب والأعضاء ملك وجنود الأعضاء اللي بتعمل الأعمال أعمال الظاهرة والقلب ده الملك الباطن حينما نطهر القلب هيأثر ده على الأعمال فتطهر الأعمال فنقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا شيخ ممكن أسألك سؤال فضالي حضرتك لو فيه زوج مثلا ارتكبت زامد يعني مثلا زي السرقة مثلا واشترك بالفلوس اللي هي سرقتها وسرقت الفلوس دي من حماها مثلا من قلب البيت واشترك بالفلوس دي يعني حاجات اللي شقتها وكده وقزها اطلع على السر دوت وتفضحت عنده وكده وهو يعني سطرها ورجع ورجع الفلوس دي الوالد بطريقة غير مباشرة بس ما ستلاقي الموضوع ده كل ما ترتكب معاه اي رلط او حاجة هتسكتي ولا انزل اقول ابويا كذا كذا هتسكتي ولا اروح اقول لأهلك كذا كذا فازاي يعني دوت ينسى او ازاي مثلا يغفر لها الزن بدوت او كده وهي تابت لربنا يعني ورجعت لله وخلاص ما فيش اي حاجة من اللي معاملتها مع ربنا وربنا يمكن ربنا سترها بس مع زوجها لا يعني هو مشكلة ده يعتبر الزلة لها حاضر حاضر ربنا يكري بقول يا حبيبي في الله يعني الحتة دي مهمة جدا اولا رسالة لهذا الزوج بقول له يعني اريدك ان تكون نبيلا كما بدأت هذا الامر نبيلا اريدك ان تترفع عن مثل هذا الخلق الذميم تعير امرأتك بزلة وانت صاحب زلات كما سترت استمر في الستر ولا تعير وإلا ابتليت بفضح بفضيحة ان يفشي الله عز وجل سرا عندك وتعاقب من جنس فعلك قضية خطيرة جدا لان اتق الله اقول اتق الله وارحم زوجتك ونفسيتها لان هذا يؤلم قلبها جدا ويؤثر عليها تأثيرا سلبيا للغاية فانا بقول له اتق الله وإلا عقبك الله عز وجل من جنس فعلك ومن جنس صنيعك اما هذه الزوجة فانا اوجي الى رسالة بعد هذا الاتصال ان شاء الله السلام عليكم يا اهلا يا اخ جمعة تفضل الله يجزي خير يا رب الله يجزي خير بالنسبة يا شيخ الله يجزي خير انا انا كنت من تزوج من امرأة اكبر مني بسبعة سنوات والحمد الله كانت الحياة ميسورة والحمد الله العمل الماشي ولكن الحمد الله قدر الله ما شاء فعل هذه المرأة كان اخو زوجها ساحر اعوذ بالله اخو زوج وقتها ايو ايو زوج وقتها كان ساحنا في بلدنا يعني لو وقتت التلفزيون شوية عشان ايو 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 خلاجة زكية تعلمت من السحر يجي خلاجة زكية لا حول ولا قوة ايو وعملت سحر الاهل بيسي الاخوتي والأبي والأمي ولي اه فالحمد الله الفضل يعني الحمد الله بيتنا الحمد لله من التزيم الحمد لله وتم تطلقها والحمد الله طلقنا الحمد لله شكر الحمد لله نجينا الله عز وجل منها ومن شرها الحمد الله لكن الآن يا شيخ الله جزي خير عندي بنت من هذه المرأة نعم تفضل تفضل والآن هي رفعت قضية علي وانا رجل لا حول لي ولا قوة إلا بالله أنا عمل في سعودية عامل وقامت برفع واضي علي ظلم وقامت بأخذ لفقة 400 جنيه في الشهر والآن تقبض من البنك والبنك يأتي ليه بأواضي فماذا فعلا أنا زن به طيب هنا لا لا يوجد في بلدنا حكم للساحف طيب أنا زن به طيب حاضر حاضر أجيبك أجيبك جزاك الله خير ربنا أكرمك يا الأستاذ أحمد أخي أحمد سلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكا دكتور غريب أهلا يا أخي والله يا دكتور أنا أحبك في الله يا دكتور أحبك الله أي حد يقول لا إله إلا الله ربنا يكرمك جزاك الله خير ودعينا يا دكتور غريب حسن الخاتمة ودعينا بالعداية حاطر وبالنسبة للذنوبة دكتور غريب إحنا يا مزنبنا ويا معمنا أفاده لينا يا ربنا تقبلنا عنده وإحسن خاتمتنا يا رب لأنه كلبنا عضاء العظيم يوعد قلبه بده أقطع من حسن الخاتمة يا رب رزقنا وإياك حسن الخاتمة إذا إيه يا دكتور غريب والله يا دكتور غريب لأنني أنا نفسي والله العظيم ألقى الله على أي حاجة حلوة أحياء عليها يوم القيامة فأنت أنا ونحسب دعاك عند الله نرجو من الله أن نتقبل منه ونحبك في الله حبك الله عليكم وسهلا وبركاته أنا بس عايز أقول رسالة زي ما قلت للأخت اللي اتصلت وبتشتكي من زوجها أنه بيهددها كل شوية بزلتها يعني أنا أقول لها قلت رسالة لي وبعدين أقول لها يعني أنت أمامك أن تعاود النظر في توبتك وأن تستعيني بالله عز وجل ثم بالدعاء إن ربنا عز وجل ينسيه وبإذن الله ينسى إن شاء الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة للأخ اللي هو يعني أنا مش شايف فيها سؤال يعني الحقيقة هي مجرد بس شكوى أو تنفيس عامة في القلب إنما المسألة هي رفعت للقضاء ما فيش حد هي ملك شيء دلوقتي إنما أنا أنصح نصيحة إن لآخر نفس تمسك بابنتك لأن نذهبها إلى هذه المرأة خطورة على دينها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إنك تبعدها هذا طبعا على افتراض أن نحن بنسمع من الطرف واحد وهذا الطرف بالتأكيد صادق إن شاء الله ويعني طبعا بشكر كل الإخوة للتصلهم وأدو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة وعلى الخير عود إلى موضوعنا أن يقيم العبد على صفاء القلب لله تبارك وتعالى صفاء من المعصية تصفية من الكدر دا مسألة ليست تطوعا منه بل هي واجب من واجبات الإيمان واجب على العبد أن يجدد التوبة الفينة بعد الفينة واجب على العبد أن يزكي نفسه وأن يطهر نفسه لله تبارك وتعالى طيب طهارة من الشرك طهارة من المعاصي طهارة وصفاء لإخواننا ولبعضنا البعض أخص هنا بالذكر حديثا واحدا وهذا الحديث حديث مهم للغاية من الحديث في السلسلة الصيحة لشيخ الألباني برقم 906 لمن أراد أن يرجع إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس شايف الكلام لسه تكملت الحديث إنما شايف الحديث شايف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله من أنفعهم للناس يعني عيشين لخدمات الناس هذا يذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحي الأمام البخاري لما جاء بعدما نزل عليه جبريل إلى زوجته خديجة رضي الله عنه يرتعد فؤاده وقال لا لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا الشاهد في الرد اللي بعد كده إنك لتصل الرحم الرحم عيش للناس أريبه بيصل الرحم إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف الكرام للضيف برضو دي خدمات للناس وتكسب المعدوم شوف الإنسان المعدم فتقف بجواره وتعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق يعني أي إنسان في نائبة أي إنسان في مأزق بتقف بجواره إنسان عايش للناس من أهم مؤهلات الداعية إلى الله عسى وشل إن إنسان عايش حريص على نفع الناس دي صفاته أصلا بس أنا عايز أقول حاجة مهمة إن نفع الناس أنفعهم للناس مش بس النفع الدنيوي مش بس إنك توقف جنب أخوك في ضائقة أو في مأزق لا النفع زي ما هو دنيوي في نفع تاني أخروي خير الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أنفعهم للناس أنك تحرص على نفع الناس الأخروي أن تحرص على دين الناس عشان كده الدعاء إلى الله عز وجل نسى الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين المخلصين من أكتر الناس طالما بيدعي إلى الله عز وجل دعوة صادقة مخلصة يبقى من أكتر الناس حبا للمسلمين من أكتر الناس حبا للناس لأنه حريص على نجاتهم من عذاب الآخرة حريص على إصلاح آخرتهم يبقى كده بيحب الناس يبقى ينبغي أن يحمل الدعاة إلى الله عز وجل فوق الرؤوس وأنا بقولي الكلام دا ومتعمد لأن إحنا في هذا التوقيت للأسف يعني هيبت وقيمة الدعاء في قلوب الناس ضعفت شوية في هذه الأوينة في السنتين اللي فاتوا دول ومعروف الأسباب أسباب كثيرة أنا برجع معظمها للضعف الضعف الإيماني عند الناس لأن كلما ازددت صلة واقتربت إلى الله عز وجل أحببت كل من دل على الله سبحانه وتعالى حب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم دخل الابتسامة والسعادة على مسلم أو يكشف عنه كربة شوف هو مكروب في إيه ومزنوء في إيه وإيه اللي مزعانه أو يقضي عنه دايمة أو يطرد عنه جوعة يا الله يطرد عنه جوعة من أحب الأعمال إلى الله وكم من محتاج لذلك أكتر حاجة في الأربعة اللي قلتهم فيها ناس كتير محتاجة لها هي دي أو يطرد عنه جوعة في جوعة في مصر تخيلوا في مصر في بلدنا فيه أناس جوعة وكان فيه يعني مادة فيلمية بعض الإخوة سجلة مع قرى الصعيد حاجة بالحقيقة يعني شفتها الجمعة الماضية يعني مش ممكن يعني مش ممكن ناس عيشة في المستوى دا ناس واحد امرأة ما تعرفش اسم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ما تعرفش الصبح كمركعة الأنخ اللي بيجري معادي حوار بيقولها الصبح كمركعة بتقوله أربعة والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب أربعة كله أربعة تخيلوا يا أحبابي في الله فدلوقتي أو يضرق في مصر في الصومال في المخيمات السورية اللاجئين بتوع سوريا في أماكن كثيرة جدا جوعة من يهتم بجوع هؤلاء من يهتم لأولاء يا أصحاب القلوب الطهيرة من أراد أن يقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس اللي قلبه صافي اللي حاسس بالناس اللي حاسس بالناس أهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل أعمال كلها ليه أحب الأعمال إلى الله لأنها بتعبر عن نقاء وصفاء لبعضنا لأنها بتعبر أن إحنا عايشين فعلا حسين ببعضنا نقاء وصفاء الإنسان لما يكون قلبه صافي للناس يحس بمشاكلهم وهيهتم بيهم وهيقف جنبهم وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأ نكمل ده لسه فيه الأعظم ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة يقضي مصلح الواحد يخلص له شيء بيهمه أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر مين يا إخواني يا شباب يا فتيات يا رجال يا نساء يا جميع المسلمين من يقوم فيتخصص في قضاء حوائج الناس قوافل طبية اطلع الأطباء روحوا قوافل طبية في الصعيد في سوريا في المخيمات اللي في تركيا في كل حتة ما تعدش ما تعدش قم وقضي حوائج الناس بكل عيان تكشف عليه انت كده بتنال بركة الحديث ده بكل عيان ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أنا مش هتكلم بقا على مسألة الموظفين في المصالح الحكومية والكلام ده أنا بركز على الحاجات الأخطر الحاجات الأخطر الناس اللي الحاجة دي بالنسبة لهم ممكن تؤثر على حياتهم الناس اللي مش يلتحفون السماء أطفال ماتوا من شدة البرد في الموجة موجة البرد اللي فاتت دي ماتوا من شدة البرد يلتحفون السماء أموا جمع بطاطين وابعت أمي يا جمعيات أهلية يا جمعيات خيرية وجمعي الأموال وأرسليها إلى هؤلاء وصلي لهم الأموال وصلي لهم البطاطين وصلي لهم الطعام الصفاء والنقاء صفاء القلب ونقاء القلب للمسلمين الحاجات دي مش هيتحرك قلبك لها إلا إذا صفى القلب العبودية لله عز وجل باسمه القدوس محتاج لها محتاج لها ولأن أمشي مع أخي اللي في حاجة أحب إليه من أن أعتكد في مسجدي هذا شهرا يعني أفضل من أنك تعتكد في أي مسجد غير المسجد النبوي والمسجد الحرام شهر ألف شهر مش النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلى المسجد الحرام يعني أفضل من أي من اعتكاف شهر أفضل من ألف شهر ألف شهر فيين في أي مسجد تاني إلا المسجد الحرام ألف شهر يعني حاجة وتمانين سنة يعني النتيجة حتمية دي الوقت حسبة بسيطة جدا مصلحة تقضيها لأخوك وقوفة تقفها جنب محتاج أفضل من إنك تفضل طول عمرك معتكف في المسجد آيم نايم تصلي وتعبد ربنا وتذكر ربنا وصوام وقوام وكل ده عمل واحد بس عايزين نعرف مراتب الأعمال احنا عايزين فعلا نصل إلى الله عز وجل ولا لا كل ده نتيجة لما نصفق البناء لله عز وجل العبودية الله تبارك وتعالى باسمه القدوس ومن مشى تكملة الحديث ومن مشى مع أخي الله في حاجة حتى تهيأ له لغاية ما المصلحة تخلص ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ومن كف غضبه ستر الله عورته لأن فعلا دي حاجة كده مهمة قوي اللي بيغضب بيقول كلام مش كويس وعوراته بتبان وإن سوء الخلق لا يفسد العمل سوء الخلق سوء المعاملة الرد الوحش على أخوك وردك الوحش على أختك الكلمة اللي مش كويسة لما تقولها تصرف يدايق تصرف يزعل تصرف فيه إهانة ده سوء خلق وإن سوء الخلق لا يفسد العمل العمل اللي هو الصيام والزكاة والصدقات والعبادات كلها كما يفسد الخل العسل يبقى صف قلبك صف قلبك من الشرك وحل محل التوحيد صف قلبك صف قلبك من المعاصر وحل محلها التوبة والإقبال على الله والطاعة صف قلبك صف قلبك لإخوانك صف قلبك للمسلمين وحل محلها الحرص على الناس وإنك تكون في خدمة الناس جميعا أسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا إيكم جميعا العبودية لله تبركت على باسمه القدوس وانتهى وقته الحلقة أدري الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير وأستغفر الله لي ولكم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته